قال فرصدقمد حشام بن عبد الملك إليك من الصمان والرمل أقبلت تخب وتخدي من بعاد سباسبه وكا إن وصلنا ليلة بنهارها إليك كلا عصريه ما أنا دائبه لنلقاك واللاقيك يعلم أنه إلى خير أهل الأرض تحدر كائبه أقول لها إذ هرت الأرض واشتكأت حجارة صوان تذوب صياهبه فإن هشاما إن تلاقيه سالما تكون كمن بالغيث ينصر جانبه لتأتي خير الناس والملك الذي له كل ضوء تضمح لكواكبه ترى الوحش تستحيه والأرض إذ غدا له مشرفا مشرقا شرقيه ومغاربه كلمة لحنت زي ما قلت أو تغنيت تبيل لك الأخطاء فتطر تعيد تقرب بشكل صحيح لأني قريها بشكل عادي كما لاحظت الأخطاء أو ما عدت الأخطاء ترى الوحش تستحيه والأرض إذ غدا له مشرقا شرقيه ومغاربه فرات هشام والوليد يمده لآل أبي العاصي فرات يغالبه عليك كلا موجيهما لك يلتقي عبابهما فيه مزبد لك ثابده مزبد عليك كلا موجيهما لك يلتقي عبابهما فيه مزبد لك ثائبه إذ اجتمعا في راحتيك كلاهما دوينك بيدات السماء غواربه ومن أين أخشى الفقر بعد الذي التقى بكفيك من معروف ما أنا طالبه فإن ذنوبا من سجال كمال حياضي فأفرغ لي ذنوبا أناهبه أناهبه الأذنين والأبعد أناهبه الأذنين والأبعد الذي أتاك به من أبعد الأرض جالبه وما منهما إلا يرى أن حقه عليك له يبنى الحلايف واجبه أبى الله إلا نصركم بجنوده وليس بمغلوب من الله صاحبه وكا إن إليكم قاد من رأس فتنة جنودا وأمثال الجبال كتائبه فمنهن أيام بصفين قد مضت وبالمرج والضحاك تجري مقانبه سمالهما مروان حتى أراهما حياض منايا الموت حمرا مشاربه فما قام بعد الدار قواد فتنة ليشعلها إلا ومروان ضاربه أبى الله إلا أن ملككم الذي به ثبت الدين الشديد نصائبه يلا ولحمة الحين سير بعرضه أقوى فتركة القراءة إليك من الصمان والرملي أقبل التخوب وتاخدي من بعيد سباسبه وكا إن وصلنا ليلة بنهارها إليك كلا عصريه ما أنا دائبه لنلقى كأوى اللقيك يعلم أنه إلى خير آهل الأرض تحدار كائبه أقول لها إذ هرت الأرض واشتكت حجارة صوان تذوب صياهبه فإنه شاما إن تلاقيه سالما تكون كمان بالغيث ينصار جانبه لتأتي خير الناس والمالك الذي له كل ضاع إن تضمحل كواكبه تارالوحشة استحييه والأرض إذ غدأ له مشريقان شرقي هو مغاربه لكيف فرض عليك فرض أنك تقرأ صح عشان ما تغلط وتعيد حتى أحسن من التغني فرات هشام والواليد يمده لآل أبي العصي فرات يغالبه عليك كلا موجيه ما لك يلتقي عبابهما في مزبيد لك ثائبه إذا اجتمعا في راحتيك كلاهما دوائنك بايدات السماء غواربه وما نأينا آخش الفقر بعد الذي التقى بكافيك من معروف ما أنا طالبه فإن ذنوبا من سجال كمال أنحيا ضفاء فرغ لي ذنوبا أناهبه أناهبوه لأدنين والأبعاد الذي آتاك به من أبعاد الأرض جالبه وما منهما إلا يرى أن حقه عليك له يبنى الحلاي في واجبه أبى الله إلا نصركم بجنوده وليس بمغلوب من الله صاحبه وكا إن إليكم قادى من رأسي فتنة جنودا وأمثال الجبال كتائبه فمينهن أيام بصفنا قد مضت وبيل مرجي والضحاك تجري ما قانبه سمى لهما مروان حتى آراهما حياظ منايا الموت حمرا ما شاربه فما قام بعد الدار قواد فتنة ليوش علاها إلا ومر ونضاربه أبى الله إلا أن ملككم الذي به ثبت الدين الشديد نصائبه شكرا للمشاهدة